شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وإحدى شركات الهواتف الصينية المحمولة لإنشاء مصنع للهاتف المحمول في مصر بطاقة انتاجية تبلغ 4.5 مليون وحدة سنويا وباستثمارات نحو 20 مليون دولار يأتي توقيع في إطار المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات التي أطلقها رئيس السيسي بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنين اشتركوا في القناة